في ضوء تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة وذلك من خلال معبر رفح وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتم تشخيصهم تشخيصا دقيقا وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء حيث تم تحويل 11 مصابا منهم لمستشفى العريش العام فضلا عن 5 مصابين لمستشفى بئر العبد ولفتت الوزارة إلى أنه جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وأن جميع الحالات مستقرة وتطلق رعاية طبية فائقة من التواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو في داخل المستشفيات كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعاية الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات الشلل الأطفال والحصبة والالتهاب الصحائي وأكدت الوزارة على استمرار العمل المكثف من قبل التواقم الطبية بالصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخصية والعلاجية اللازمة لهم مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة وتوافر التواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ترجمة نانسي قنقر